اهلا وسهلا فيكم عن جديد وقبل الفاصل حكيا رح يكون معنا دكتور العيون الدكتور معاذ أسعد الحسن وهو أخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر وطبعا أكيد كلنا عارفين أنه مع تقلبات الطاقس والغبرة في الجو وأيضا من البرد والشوب والتليفونات وكل هاي الأمور يعني بتأثر على صحة العين وداما بتعملها حسيات وأمراض لنحكي أكثر عن الموضوع عن مشاكل العين وعلاجها معنا الدكتور معاذي سعد صباحا صباح الخير أخبرك كيف صبحت الله يسألك أكيد أنت الدكتور داما نشاط وهمة ما عندكم فيها بكير أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور دكتور أكيد يعني إحنا منعرف أنه في مشاكل بتصير العين يعني أنت اليوم أنا بحكي قبل الهواء أنه أنت اليوم جيدة تايمينج أنا عندي مشكلة بعيني بس بحكي فيها خلال الحلقة يعني جيدة تايمينج يس يس فهو تيارات هوائية بتكون باردة أو دافية وهاي على الأغلب بتكون جافة فلما تكون جافة بتعمل عنا زي تبخر بالسائر الدمعي وجفاف بالعين نعم يعني إحنا منعرف أن العين مكونة من طبقة بتكون مي وملح وزيوت أهلا الطبقة الدمعية هي ثلاث طبقات نحن في طبقة يعني نسميها الميوسينس لاير وفي طبقة سائلة وفي طبقة بتكون طبقة دهنية بتمنع تبخر السائر الدمعي يعني مكون من ثلاث طبقات هلأ أي خلل في أي طبقة من هذول الطبقات رح يعمل أنه زي جفاف على قرنية العين نعم يعني طبعا هلأ إحنا يعني بفصل الشتاء بكون الجو جاف مغبر يعني وجاف فهذا الغبرة والجفاف بتزيد من تهيج العين وبتزيد من تبخر السائر الدمعي مما يؤدي إلى جفاف على سطح قرنية العين يعني نقدر نحكي أنه بفصل الشتاء بتكون العين حساسة أكتر للعوامل الجوية والمؤثرات الخارجية أكتر من فصل الصيف أكتر من فصل الصيف هلأ في ناس بحكولك يعني مستغرب وأنه معقول مثلا أنه بفصل الشتاء اللي هو فيه يعني فيه مي أكتر يعني رتوبة رتوبة بتكون أقل بالشتاء رتوبة بتكون أقل لأنه الهوى جاف مضبوط هلأ جفاف هذا الهوى بزيد من احتمالية جفاف القرنية بالإضافة لإحنا عنا بفصل الشتاء بتكتر يعني زي أنت بتعرفين فلونزا اللي فلوز يعني أو التهابات الفيروس فبصير في عنا زي إلتهابات لملتحمة العين إلتهابات فيروسية بالإضافة لإلتهابات تحسوسية خاصة بفصل الشتاء يعني قدر نحكي إنه فيه أمراض موسمية للعين يس بتصير بفصل الشتاء وفيه أمراض بتكون ناتجة عن جفاف العين نتيجة لجفاف الجو ما هي الأمراض المشتركة بين الفصلين بين الصيف والشتاء بتصيب العين؟ هلأ اللي بتصيب العين يعني إحنا أنت عم تحكي عن جفاف العين جفاف العين بفصل الصيف بيكون نتيجة لحرارة الجو أما بفصل الشتاء بيكون نتيجة للجفاف الرياح هلأ بفصل الربيع أنت تلاقي فيها حساسية موسمية من الأزهار من غبار الطلب بفصل الشتاء ممكن بيصير الأليرغانز الشغلات اللي بتعمل تحسس ممكن مختلفة أكتر نعم بفصل الشتاء عنا بيبين عنا أكتر الالتهابات التحسسية الخاصة بفصل الشتاء بالإضافة إنه إحنا بفصل الشتاء منصير نهمل موضوع النظارة الشمسية يعني الشمس اللي بالشتاء بتكون غنية يعني أو محملة أكتر بتضو فوق البنفسجي هذا إنه الناس تلبس نظارات شمسية بفصل الصيف هلأ فصل الشتاء خصوصا بالتلج الثلج يزيد نسبة التعرض لأشعة فوق البنفسجية بنسبة 80 بالمية يعني تقريباً وفي معلومة هيك إحنا يعني كل 300 متر يعني كل ما يزيد الارتفاع على 300 متر بزيد تعرض لنا للأشعة فوق البنفسجية بنسبة 5 بالمية فإحنا يعني في يعني منحاول إنه مثلاً بفصل الشتاء كمان منركز على موضوع النظارة الشمسية فور بروتكشن من الأشعة فوق البنفسجية لإلها كمان ضرر ممكن تعمل عندنا يعني إلتهابات على قرنية العين بالإضافة لجفاف ومشاكل ممكن على على عدسة العين وعلى شبكية العين طيب إيش دكتوري الأمراض الشائعة بفصل الشتاء بتصيب العين يعني مثلاً أمراض معينة إلتهابات بالملتحمة العين هاي الإلتهابات ممكن نقسمها لإلتهابات جرثومية فيروسية أكتر شيء وممكن إلتهابات تحسوسية موسمية خاصة بفصل الشتاء يعني هي نوع من الإلتهابات بالإضافة لحالات جفاف العين اللي منشوفها كثير عندنا بالعياد نعم دائما بتلاقي الناس بتلجأ على السريع للصدليات لأطرة عين بدون ما يلجأ للدكتور يعني حتى بصراحة نحكي أنا واحد من الناس اللي أول ما في عندي إلتهاب دعيني هاي بعد الحلق بابة أشخص أنا مش حشخص على هو بحس إنه لأوا على السريع أطرة إذا ما نفعات ممكن مثلاً أروح أحكي مع دكتور تعالى مع كورونا بحب خاف يروح على عيادات وهايك يعني إلا بقائية يعني بكون فيه معين هلا أنت بتعرف فيه إحنا إذا كان الوضع مثلاً بسيط الإنسان بعاني من حكة بسيطة أو من إزعاج بسيط ممكن يستخدم القطرات القطرات الموجودة القطرات الترطيبية الموجودة بالصيدليات اللي بتصرف بدون وصفة طبية هلا في حال إنه الإنسان حس إنه يعني مرات بيعرف الإنسان إمتى راح أروح على دكتور العيون وانس إنه في عنا الشكوى مستمرة أو عم بتزيد فلازم إنه الواحد يلجأ لطبيب العيون هلا بحلاك الجفاف البسيط يعني ممكن إنه علاجها بشكل بسيط هلا إما إذا استمر الألم زاد الغباش لازم الواحد يشوف الطبيب المختص يعني مثلا حكينا عفرت بعض مثلا إذا أكثر من يوم إذا أكثر من يوم وكان فيه وجع وإحمرار إذا كان الألم هو طبيعة الألم مرات بتحكمك الواحد بصير يعني طبيب نفسه الإنسان إذا حس إنه والله وجع شديد إجاء أو تفسدي يعني إجاء مرة واحد هيك عندي وجع شديد مش عم بقدر أتحمله لا بدي أشوف الطبيب العيون أما إذا كان وجع مثلا إزعاج بسيط صار معي قبل هالمرة وراح بقطرة مرتبة أو بقطرة بسيطة أوكي بقدر إنه مثلا إستحمل يوم يومين بس ونس إنه يعني صار الوضع يعني ما بتقدري إنك تتحكم فيه لا لازم مشوف الطبيب المختص دكتور إحنا كتير بقعدة كورونا وعادة الشتاء أكيد حتى الأطفال بالذات يعني كتير على السكينز وعلى التليفونات يعمل برضو بأسر على العين عجفات في العين ثاني بالأكد حتى أصبح هلا تقرأ هذه الأطفال يعني بهذه الأطفال علمها الضوء الذي يأتي منهم بمساعدة كورونات ويكون طاقته عالي في جديد بالإضافة أنه يعني فيه دراسات وجدت بهارفرد أنه إذا الطفل تعرض لهذا الضوء قبل النوم وخصوصاً بنصف ساعة هذا وجدت دراسات أنه بيقلل من إفراز الهرمون المسؤول عن استعداده اسمه هرمون الميلاتونين فبصير فيه الواحد عنده زي اضطرابات في النوم وبالأكل، فممكن الناس الذين يستخدموهم كثير للنظارات خصوصاً قبل النوم تجدون أنه لديه نوم وليس مضبوط عادات الأكل تكون مختلفة في نسبة البدانة أو النصاحة تكون أكثر عندهم بالإضافة للمود، يؤثر على المود ينصح دائماً، هذه معلومة كثير مهمة أن الأطفال قبل النوم في نصف ساعة يفضل أنه عدم استخدام التاب والتلفونات لا، أنا أحد مننا، أنا شخص بالغ عاقل أنا بنام بس لما أحضر إشعاع التليفون بنعاسه بنام، لا أعرف ما هو السر، أنا بنعاسه بنام يفضل أن الواحد قبل ما ينام نصف ساعة أنه خلص يضع التليفون على جنبه إذا متعود أنه يقرأ، مثلاً نجعل هذه العادية من خلال الكتاب ليس من خلال تلفونات أو من خلال آيباد أو وتر وهي الفكرة ليس أنه قراءة أي شيء، فكرة الإشعاعات هم الرئيس هذولا بيقللوا إفرازات الهرمون المسؤول عن المود دكتوري، نحن عم نشوف حالات حبوب حوالي منطقة العين أو حبوب داخل العين هاي بدأت تدخل طبي، وهي شو أسبابها؟ هل إحنا الحبوب الموجودة يعني بحوالي منطقة العين ممكن يكون سببها أنه مثلاً ملتهاب فيروسي، ممكن يكون سببها حساسية، ممكن يكون سببها هي زائدة، يعني زوائد جلدية موجودة فإحنا يعني الإلاج بيكون أكوردينج للأنذر لا ينكوز حسب المسبب، يعني أي شيء المسبب في كثير حالات، إحنا ممكن بدهوم بسيطة أن هذه الحبوب تختفي تماماً وببعض الأوقات، منلجأ لاستخدام بعض أنواع الليزر لإزالتها، بس يعني على الأغلب، يعني هو تبين بالتشخيص أكتر، بس يعني موثل تسعين بالمئة هي بتروح بمراهم بسيطة يعني إلها علاءة بالتقس، يصب، أولا أكيد، في شيء حساسية موسمية، يعني تكون نتيجة لحساسية يعني العين أنت زي هي مرأة للإنسان، فممكن التحسس بيكون أولوف على كل الجسم، بس ببين أكتر شيء على العين نعم، طب دكتوري، لما بيسكر مجرى الدمع، بس يجب أن تحط سدادات سيليكون، وتأثر في تدخل جراحي، إلو دخل أيضاً بيئة التقس، كله إلو علاءة بالتقس، نحن عندما نسكر مجرى الدمع، يصبح زيادة في إفرازات الدموع، وإنه زيادة في إفرازات الدموع، يعني أنه هي بتكون الدمع بنفرز، يعني أنه هي ردة فعل من العين، نتيجة في شيء عم بدايق العين، يعني فيه مسبب عم بخلي العين إنها تفرز، يعني أنه يكون التهاب تحسسي، أو أنه بتكون مثلاً العين عم تفرز دمع كثير، ومش عم بصير تصريف من خلال مجرى الدمع، فإذا لم يحدث له تصريف، يجب أن نعمل تصريف لمجرى الدمع، إما عن طريق إجراء بسيط بالعيادة، أو عن طريق تصريف مجرى الدمع خلال العملية، يعني هلأ إذا كان، إحنا عم نحكي عن موضوع السدادات إذا كان في جفاف كثير، يعني إذا كان مش عم بسير، يعني إذا الدمع مش عم بثبت بالسعب بالعين، فإحنا منضطر نحط سدادات، يعني كعلاج، يعني للحالات اللي فيها المودرات، اللي بيكون فيها جفاف مش بسيط، أكثر من البسيط بشوي، يعني هي معظم الأسباب والمشاكل اللي بتصيب العين، معظمها هي عوامل خارجية أو تأثيرات من الطقس، سواء الصيف مع الغبرة والشوب والشمس والحر، أو الشتاء مع البرد والجفاف، والرياح الجافيس، طيب، مين أكثر الفئات، يعني خلين نحكي لي، هي أكثر تأثراً في هذه المشاكل؟ الآن اللي بيشتغلوا، اللي بتعرضوا للرياح، آه، الـ outdoor workers، كمان الناس اللي بوعدوا على، يعني هلأ أونلاين، يعني رجعوا على المدارس، كان الـ online، آه، مش كلهم، آه، الناس اللي عم تدرس كتير، يعني بوعدوا ست ساعات لسبع ساعات، على الـ iPads، هذولا كمان بزيد نسبة الجفاف والزعاجات اللي عم تصير في العين، يعني كمان المنظفين أكيد تنهارا مع الكمبيوتر، آه، يس، بتأثيروا كتير، طيب، هلأ بتشوف أنت أنه في مثلا ممكن نقينا أنفسنا بطرق معينة مثلا، يس، هلأ إحنا يعني الناس اللي بتشتغل على الـ screens, smart screens، يعني فيه إحنا ممكن نستخدم زي بلو فلتر، فيه إشي اسمه بلو فلتر على العدسات العدسة، هذا بتقي من الضوء اللي تطالع منهم، وفيه إحكروه البسيطة، يعني ممكن هاي إستخدمها، اسمها 20-20-20، يعني كل عشرين دقيقة من شغلي على الـ smart screen، بدي أطلع محلي بعيد عني عشرين قدم، يعني بدأ ريئي عيني أطلع محلي بعيد عني عشرين قدم لمدة عشرين ثانية، هذا إفورتلس، ما بأخذ مني جهد، وبيخلي العضلات حوالين تريلاكس، وبيجبرني أني أنا تبلنقت، وأنني أرمش، ونس أنه أنا عم برمش، أنا عم بوزق السائل الدمعي على سطح القرنية، وهيك بنخفف من تأثيرات الجفاف بنسبة خمسين بالمئة أقل شيء. ما هي أكثر مشاكلة تأتيكم على العيادة؟ أكثر شيء شابع؟ أكثر شيء هي دراينس، لأننا مع الحياة العصرية، كل شخص يستخدم. خاصة بهذا الفصل؟ نعم، خصوصا بهذا الفصل، وبيتصيف أيضاً، أيضاً يأتينا. هناك أثناء أغلبيتها تكون عيوب بصرية، عيوب البصرية يعني أكثر شيء، خصوصاً الآن مع لبس الكمام، الناس تدائع من النظارة، فبالجأوا لعمليات التصحيح، اللي هي يعني الحل النهائي الجذري لموضوع العيوب البصرية، ويسهل إحنا في تقنيات جديدة وحديثة، بتضمن إنه عدم رجوع الدرجات، بحيث إنه يعني الإنسان خلاص يستغني عن النظارة لايف لونج يعني إن شاء الله. طيب دكتور، إحنا أكيد في كرأس إلي بالنا يعني، بس كل هاتها إحنا أكثر إش بهمنا أن تكون تعلقها بالطبع البارد الصراحة، فإذا إنت في عندك إشي حاب تحكي للمشاهدين العديد، يعني إحنا خصوصاً بالتقس البارد وبالرياح، في هي منظارات بتكون فيها زي الويندشيلد أو بتكون مصدات للرياح، يعني بتكون النظارة مائلة للجوة، أه، بجوة العين، هاي بتحمي من الرياح، وبتقلل من الجفاف الموجودة على العين، هلأ في ناس بعض الناس اللي بكون الجو عندهم يعني جافة كتير، بالجولة استخدام زي هوميدي فايرز أو ناس مرتبات للهواء، هذا بنقي من الغبر الموجودة فيه، بالإضافة لأنه بزيد نسبة رطوبة، بزيد نسبة رطوبة الهواء، وبيقلل الجفاف اللي بأثر على العين. نعم، دكتور رمعاد، احنا نتشكرك كتير على حضورك معنا، ومشاهدين يعني هلأ احنا مع دكتور رمعاد، أكيد حكى لكم المشاكل اللي بتصيب العين بفصل الشتاء وفصل الصيف، وتحديداً مع الجفاف اللي بتصيب العين بفصل الشتاء، دكتور رمعاد أسعد لحسن، أخصائي طب وزراحة العيون، تصحيحي البصر، شكراً جزيلاً، ترجمة نانسي قنقر